اسم التجربة نمثجة التأثير الكهروضوئي الهدف من التجربة تصميم نموذج لاستقصاء التأثير الكهروضوئي ووصف كيف ترتبط طاقة الفوتون مع تردده واستعمال التفسيرات العملية لتفسير لماذا لا تستطيع الظواهر الجاهرية المايكروسكوبية تفسير السلوك الكمي للذرة عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة غسل اليدين جيداً قبل تنفيذ التجربة وبعده أدوات التجربة ثلاث كرات فولاذية مجرى أو مسار فيه أخدود قناة على شكل حرف يو أو داع مرف قطع خشبية لاصقات ملونة حمراء برتقالية صفراء خضراء بنفسجية زرقاء مصطرى مترية خطوات إجراء التجربة نشكل المجرى أو القناة على شكل حرف يو باستعمال القطع الخشبية لدعمها ونتأكد أن نهاية المجرى مفتوحة نلصق ملصقاً أحمر على ارتفاع أربعة سنتيمترات وملصقاً بنفسجية لون على ارتفاع أربعة عشر سنتيمتراً وملصقاً برتقالي وأصفر وأخضر وأزرق على ارتفاعات متساوية بين الملصقين الأحمر والبنفسجي نضع كرتين فولاذيتين عند النقطة الأكثر انخفاضاً على القناة تمثلان إلكتروني التكافؤ للذرة نمسك كرة فولاذية ونضعها على موقع الملصق الأحمر على القناة وتمثل هذه الكرة الفوتون الساقط للضوء الأحمر فنلاحظ أن طاقة الفوتون الأحمر أقل من طاقة ألوان الضوء التي تمت نمذجتها نفلت الكرة الفولاذية الفوتون ونلاحظ إذا كان لها طاقة كافية لتحرير إلكتروني تكافؤ من الذرة فنلاحظ أنها لا تغادر المسار نزيل الكرة الفولاذية التي تمثل الفوتون الساقطة من الجزء السفلي من القناة ونعيد الكرتين الفولاذيتين التي استعملناهما لتمثيل إلكترونات التكافؤ إلى مكانيهما إلى النقطة الأكثر خفاضاً على القناة نكرر الخطوات من الرابعة إلى السادسة لكل لون من الألوان التي حددت على القناة ونتأكد دائماً عندما نكرر الخطوات أن تكون الكرتين الفولاذيتين عند النقطة الأكثر خفاضاً على القناة فنلاحظ أن طاقة فوتون الضوء البنفسجي أكبر من طاقة ألوان الضوء الأخر التي تم نمذجتها نكرر الخطوات من الرابعة إلى السادسة ولكن نفلت الكرة الفولاذية من نقطة أخفض قليلاً من موقع الملصق الأحمر فنلاحظ كرة واحدة تتحرك قليلاً ولكنها لا تغادر المسار نكرر الخطوات من الرابعة إلى السادسة ولكن نفلت الكرة الفولاذية من نقطة أعلى قليلاً من موقع الملصق البنفسجي فنلاحظ كرة واحدة تغادر المسار ولكن الكرة الأخرى تبقى على المسار ونلخص النتائج في جدول كالآتي النتائج تنبعث الإلكترونات من جسم عندما يسقط إشعاع كهر مغناطيسي عليه بتأثير كهر ضوئي وتتحرر الإلكترونات من الجسم فقط عندما يكون تردد الإشعاع أكبر من القيمة الصغرى المحددة التي تسمى تردد العتبة تتناسب طاقة فوتونات الضوء تحت الحمراء والمرئي وفوق البنفسجي طردياً مع تردد الضوء فكلما ازداد التردد ازدادت في المقابل طاقة الفوتونات احتمالية تحرير إلكترونات ضوئية في الفوتونات العالية الطاقة أكبر ترجمة نانسي قنقر